موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في الميدان ميدان على قراتهم اليوم سنشرح عن عدسة من عدسات Sigma الممتازة ورائعة سنسميها عدسة 120-300 عدسة 2.8 حالياً نحن موجودين في ناد الصيد الفروسية في سباق علم نحن نجرب أداء هذه العدسة سنصلف عنها شوي العدسة 2.8 تذكرونها 2.8؟ هذا ليس سؤال الحلقة موسيقى 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 ما في شركة من شركات العدسات تسويت هذا الرينج ويكون 2.8 موسيقى فإذا تقارنها صعب أن تقارنها في عدسة ثانية نفس الرينج إذا حطيت لها كونفيرتر 1.4 فتصير تقريباً 200-400 فممكن هنا نقارنها بالـ 200-400 النكون أو الكانون مثلاً ما عجبني بالعدسة أولاً المتعودين على نيكون هذه حق نيكون مونت عندما تأخذ زوم إن وزوم آت هنا تصير نفس الكنون يمين أو يسار فتكون معكوسة إذا تأخذ زوم آت ستأخذها يمين هذا ليس متعود جداً عليها الثاني شغلة المكان الفوكس غالباً يكون جدام العدسة هنا حطينا وراءة فإذا متعود حق الماني والفوكس ممكن تروح إيده جدام فمع التعود ستنحل هذه المشكلة ثالثة شغلة قرنتها بالـ 300 و 2.8 غالباً 2.8 ستكون ثقيلة يعني ما شاء الله تشوفوا البدي مالها كأنها عدسة 2400 فغالباً يفضل أن تستخدم معها مونوبود نستخدم كاربون فايبر شيء لوزان كبيره وبالمرة يكون خفيف هناك أشياء ثانية بالنسبة لكيفر مالها يكون 105 مليمتر غالباً ولكن إذا تشتري 105 فلتر سيكون شوي مكلف هذه الأشياء اللي يمكن شوي ما أجبتني في العدسة بس الأشياء اللي أجبتني فيها صراحة أول شيء سعر إذا تكلمت عن هذه العدسة سنقوم بـ 3600 دولار تقريباً إذا تتكلم عن 200-400 نيكون عدسة جبارة ما في علها أي كلام بس أنها كسعر هذه 6800 نيكون 11800 تقريباً ففرق 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 سأعرض لكم من هذه العدسة العدسة عليها أحرف الأحرف اس مانع اهتزاز كذلك أو موتور فوكس داخلي ايضا تقرأ عدد الموتور أو موتور من الأشياء اللي حلو فيها العدسة هذي السرعة ما شاء الله ويد سريعة عندكم الماكسيما ما بريتشار هي فتحة العدسة 2.8 الماكسيما ما بريتشار هي أكبر فتحة عدسة 22.22 كذلك زيادة عن العدسة ممكن نشوف موقع ديب ريفيو العالمي مشهور مدحوها ويد كذلك فيه ويد مواقع مدحة هذه العدسة وأداءها ممكن تصور من متر ونصف فهذا يعطيك أنك تقدر تصور موضوع قريب منك هذه تقريبا بعض الأشياء اللي بالعدسة الفينيت افكت أو السواد اللي حوالي العدسة ممتاز جدا تقريبا ما فيه الكروماتيك اللي هو اللون الأخضر ممكن يكون واضح على ١٢٠ ونكلك باللايت روم يروح بس على ٣٠٠ ممتاز جدا مثل ما قلت لكم الشاربنس في السنتر ما للعدسة ويد قوي على الأطراف ممتاز جدا يقولون ممتاز جدا ونحن نجربها مع بعض ما نحن ناطرين الخيل العالمي الخيل غالبا بالتصوير الرياضي أنا استخدم اللي هو الـ Focus System أو Auto Focus System دائما نخليه Continuous Continuous حرف C أو All-Serve وفيه Canon كذلك بالنسبة للتصوير المتتابع أنا دائما نخليه فيه اللي هو Single وفيه CL وCH دائما نخليه على CH أساس أن أصور أكثر من صورة وراء بعض بالنسبة للقراءة عندك موضوعين يعني أنك تجميل أو تجميل حق الموضوع تجميل تجميل شتر سبيد سريع الشتر سبيد غالبا أنا استخدم كبروغرام بالكاميرا أستخدمه A أو AV في Canon فكرة أنك تختار فتحة العدسة والكاميرا تختار سرعة الشتر فغالبا نختار 2.8 3.5 5.6 فتحة العدسة تكون واسعة عساس أنه يعطيني أكثر أو أسرع شتر سبيد بالنسبة للأيزو إضاءة شوية طائحة مثل هذه غالبا نستخدم 400-800 كاميرات ممتازة الجديدة ممكن تطلع ألف وفوق الألف ما عندك مشكلة التكنيك الثانية التي تصور باننج أو زومنج مثلا إذا تصور باننج أو زومنج دائما أنا أخلي مثلا على TV مود وأخلي مثلا سرعة الشتر 30 40 60 حسب الموضوع سرعته بالنسبة للأيزو يكون أقل عساس أن الشتر بطيء وفتحة العدسة ممكن تتخليها مثلا 16 أو 22 إذا تضعها على A هذه تغريبا الإعدادات دائما ينصح بالتصوير الرياضي إذا كان هناك أي مميزات داخل الكاميرا أنها تزيد الألوان أنك تزيد الشاربنس كلها تصفرها النويز ريدكشن فأي شيء يشغل السنسور أو البروسيسور نفسه أن يعالج الصورة طفة عشان كاميرا تعطيك أسرع أداء هذا دائما ينصح فيه به التصوير دعونا نشوفه الحين إذا مروا عندنا الخيل دعونا نأخذ بعض الصور نشوفه مع بعض أصورهم حين هما يجب إذا سريع أو لا استجابة فوكس جميل سأجرب على 2.8 حسنا أرجوك جيد أنا لا أدخل على الثلاثمية الآن و 2.8 سأجرب أمشي مع الموضوع سأرى استجابة فوكس حق الكاميرا سأجرب بعد 5.6 سأجرب قوة الفوكس شكتر يمسك معي أو أنه يستجيب حق الكاميرا ما شاء الله العزل حلو ممتاز جدا ممتاز جدا العزل الآيزو حاليا 200 سأرفع الآيزو طاحة الإضاءة الحين سأحاول أرفع الآيزو وأخذ 5.6 سأرى قوة الفوكس و 2.8 سأرى ممتازة جدا الآيزو حاليا حلو 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 نظر حلو 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 ما شاء الله نزيون الوه تقريبا الآن الجولة الأخيرة سأخذ بعض الآيزو رفعت الآيزو 800 طاحة الإضاءة حلو حلو 5.6 الشتر سميت قاسر عندي ألف تقريبا سأخذ الآيزو بزيادة حلو حلو بصورة حلو 10 على 300 و راح أمشي معاهم مبروك حق الفايز بالصباق شفنا مع بعض الضداء العدسة كان ممتاز وسريع الفوكس كان جدا حلو يمكن تضايك لما لفيت العدسة بالصباق حلو صعوبة لكن ممتازة بالنسبة لحلقاتنا الفاتت و ألف ألف مبروك لفايز معنا في طيارة الفانتم لأطيحها بالمايد بارك عليها إن شاء الله تصل لك في السلامة بالنسبة لحلقاتنا هذه سيكون هناك سؤال و ستكون هناك إجابة أو جائزة 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 من شركة AAB World السؤال يقول تكلمنا عن الأحرف اللي كانت على العدسة كان فيه حرفين اللي هما OS شنو وظيفة الحرفين هذين تكتبونا بالكومنت سواء في يوتيوب أو في إنستغرام موجد فوتوز تحت إعلان حلقة اليوم أو في إنستغرام AAB World كل الكومنتز هذي رح تزيد نسبة فوزكم إن شاء الله و رح يصير سحب على فائز واحد من هذه الكومنتز كلها الجائزة عبارة عن عدسة 150-500 مقدمة من شركة AAB World سعرها تقريبا 320 دينار مبروكة على اللي شارك و يتفاعل معانا إلا ما شاف الفيديوهات السابقة خلي شوفها واللي يقدر ينشر هذي الفيديوهات في حيثنا يستفيدوا منها أكبر عدد من المصورين لا تنسى تشارك فيها إنستغرام يوتيوب تويتر فيسبوك كل مكان نشوفكم إن شاء الله أصبح عليها على خير